في تفاصيل جديدة حول الهام الظاهر أسفل الشاشة إذن في إطار الحركة التي أقامها رئيس عبدالعزيز بوتفليقة في سلك القضاء تم تعيين بالخلف إسماعيل نائبا عاما لدى محكمة أدرار وبالعيد أحمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبسة وبوشنافة طيب يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بالعباس وترشوش عبدالقادر يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورغلا وموسى لخضر يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة ناصف الحسين يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبازة وعوادي لخضر يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلة ومصرف بن حفصة نور الدين يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تيموشنت